تفاصيل إنقاذ السباحة الأمريكية من الغرق بعد الإغماء عليها خلال بطولة للألعاب المائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء أنقذت مدربة سباحة لعبة السباحة الإقعية الأمريكية أنيتا الفريز من غرق محقق في قاعة المسبح بعد تعرضها لحالة إغماء خلال فعليات بطولة العالم للألعاب المائية ولم تتمكن السباحة البلغة من العمر 25 عام من التنفس وهوت إلى قاعة المسبح بعد أن أكملت مشاركتها في نهاء الفرد الحر وسحبت المدربة أندريا الفريز إلى السطح قبل أن تنكل إلى خارج منطقة المسبح على محفه وأصدر فريق السباحة الأمريكي في وقتا لاحق بيانا من المدربة قالت فيه أن الفريز تشعر بتحسن الآن أغمي على ألفريز سابقا خلال إحدى تصفيات الأولمبية في برشلونة العام الماضي أعزائي المتابعين وكده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته